إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم القاموس الإيماني لفضيلة الشيخ الدكتور محمد يسري إبراهيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن الإيمان طاعات في القلب واللسان والجوارح متى زادت زاد الإيمان ومتى نقصت نقص الإيمان هذه عقيدة أهل السنة والجماعة قال مالك بن دينار رحمه الله الإيمان يبدو في القلب ضعيفا ضئيلا كالبقلة فإن صاحبه تعاهده فسقاه بالعلوم النافعة والأعمال الصالحة وأماط عنه الدغل وما يضعفه ويهنه أو شك أن ينمو أو يزداد ويصير له أصل وفرع وثمرة وظل إلى ما لا ينتهي حتى يصير أمثال الجبال وإن صاحبه أهمله ولم يتعاهده وجاءه عنز فنتفتها أو صبي فذهب بها وأكثر عليها الدغل فأضعفها وأهلكها أو أيبسها كذلك الإيمان وقال خيثمة بن عبد الرحمن الإيمان يسمن في الخصب ويهزل في الجدب فخصبه العمل الصالح وجدبه الذنوب والمعاصي وما من شك أن الإيمان المأمور به يتفاوت من حيث الوجوب فما أمرت به المرأة الحائض من الدين في رمضان لا يستوي مع ما أمر به غيرهن من النساء وما أمر به الرجال فصح وجود تفاوت في المأمور به ومن طلب علم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به وعمل به أكمل في إيمانه ممن علم ولم يعمل بل خالف وهذا الخائف إذا كان مقرا بذنبه فإن إيمانه أكمل من إيمان من لم يطلب العلم ولم يعمل ولم يقر بذنبه ولا خاف من تقصيره إذن العلم كما تفاوت فإن العمل قد تفاوت والعلم والتصديق يتفاضل أيضا ويتفاوت ويكون بعضه أقوى وأفضل من بعض وكما يتفاضل الناس في مداركهم وعقولهم وأسماعهم وأبصارهم وقدراتهم يتفاضلون أيضا في إيمانهم تصديقا وعملا والتصديق القلبي الذي يستلزم قيادا ورغبة ورهبة ومحبة هو أفضل من التصديق الذي يضعف عن توريث صاحبه للأعمال القلبية والناس جميعا يشعرون بتفاضلهم في تلك الأعمال حبا لله وإنابة وخشية وتوكلا وإخلاصا ورجاء كما يتفاضلون في البراءة والبعد من الرياء وأدواء القلوب كافة وأما التفاضل في أعمال الجوارح والتفاوت فظاهر لا خفاء فيه وكلما قويت أعمال القلوب وزادت اقتضى ذلك زيادة عمل الجوارح وتعددت بواعث تلك الأعمال وتتعظم أعمال الجوارح باستدامة واستحضار أعمال القلوب وتذكر الثواب الأخروي والاحتساب مع الإيمان في الأعمال والغفلة عن ذلك مما يضعف تلك الأعمال ويضعف أيضا الثواب عليها فيتفاوت الثواب على الأعمال بتفاوت ما بالقلوب من أحوال وقد دلت أنواع من الأدلة بأنواع من الدلالات على زيادة الإيمان ونقصانه فمن تلك الأدلة إجماع السلف الصالح رحمهم الله قال ابن بطال مذهب جماعة أهل السنة من سلف الأمة وخلافها أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص وقال الإمام ابن عبدالبر رحمه الله أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل ولا عمل إلا بنية والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية والطاعات كلها من الإيمان وقال الإمام الصابوني ومذهب أهل الحديث أن الإيمان قول وعمل ومعرفة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وقال ابن تيمية رحمه الله وأجمع السلف أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص ومن القرآن الكريم جاء قول الله تعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا وقال سبحانه ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وقال جل وعلا والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم وفي السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان وقال أيضا لا يزني الزان حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن وقال صلى الله عليه وآله أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وفي الآخرة قال صلوات الله وسلامه عليه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير الآيات والأحاديث دلت بمنطوقها ومفهومها على أن الإيمان يزيد وينقص إذ ما من شيء إلا وهو يزيد وينقص وزيادته تستلزم نقصه وأقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم متضافرة على أن الإيمان يزداد وينقص أو يزيد وينقص قال ابن مسعود رحمه الله تعالى ورضي عنه اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها وكان معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول اجلس بنا نؤمن ساعة يقول هذا لصاحبه فيجلسان فيذكران الله تعالى ويحمدانه قال جندب بن عبد الله وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا ثم هذا منقول عن طائفة كبيرة من التابعين وتابعيهم وإمة المسلمين قال سفيان بن عيينة رحمه الله ليس شيء يزيد إلا وهو ينقص وسئل الأوزاعي عن زيادة الإيمان فقال نعم حتى يكون كالجبال قيل ينقص قال نعم حتى لا يبقى منه شيء وقد ترجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بوني الإسلام على خمس وهو قول وفعل يزيد وينقص وقال الترمذي باب في استكمال الإيمان والزيادة والنقصان وقال النسائي باب زيادة الإيمان ولما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن كيفية نقصان الإيمان قال فكما يزيد كذا ينقص وقال الإمام البيهقي رحمه الله وأن الإيمان يزيد وينقص وإذا قبل الزيادة قبل النقص بناء على ما سلف فإن جميع عناصر الإيمان تقبل الزيادة والنقصان سواء ما في القلب منه وما هو على اللسان وما في الجوارح من الأعمال فالتصديق القلبي واليقين رتب ودرجات وأعمال القلوب من المحبة والخوف والرجاء والتوكل والخشوع والإخبات والانقياد كل ذلك يتفاوت من وقت لآخر ومن حال لأخرى وأما الأعمال الظاهرة فهي ظاهرة التفاوت أيضا والزيادة والنقصان والأسباب والدوافع الداعية للأعمال متفاوتة أيضا والدوام والاستمرار على الصالحات والمحافظة عليها في جميع الأوقات متفاوت كذلك بتفاوت ما في القلب من أعمال وأحوال هذا ما يدلك على أن الإيمان يزيد وينقص فما هي أسباب زيادة الإيمان يجمع تلك الأسباب الدخول في شعب الإيمان كافة وشعب الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون فأشمل ذلك الأعمال القلبية والقولية يشمل الأعمال الظاهرة والباطنة العلمية والعملية كما يشمل التجافي والحذر من شعب الكفر كافة ويشمل أيضا ترك جميع الكبائر والبدع والمحرمات والمعاصي والمنهيات وذلك ابتغاء وجه الله جل فعلا إذن لابد من الإتيان بالفرائض والواجبات مع النوافل والمستحبات ليزداد العبد إيمانا وليحصل له مزيد النور واليقين وعليه أن يكف عن كل المعاصي والسيئات ليزداد إيمانه وليحفظ إيمانه من النقص والضعف ويدخل في خصال الخير التي تزيد الإيمان أن يتخلق العبد بأخلاق المؤمنين وأن يحسن إلى الخلق أجمعين وأن يدعو إلى الله تبارك وتعالى وأن ينشر دين رب العالمين وأن يجاهد في سبيل ذلك الهدف المنشود وأن يصبر على الأذى في ذلك الطريق فاللهم آت نفوسنا تقواها وزكي إيمانها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين القاموس الإيماني لفضيلة الشيخ الدكتور محمد يسري إبراهيم ترجمة نانسي قنقر